موسيقى مشاهدين أهلاً وسهلاً بكم إلى نشرة الأخبار من قناة الأخبار المغربية نستهل النشرة بتمكن عناصر الشرطة بمنطقة أمن ميناء طنجة المتوسطة بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطنية زوال الثلاثاء حيث تمكنت من إحباط محاولة لتهريب الدولي لأزيد من 17 ألف قرص طبي مخدر من نوع ريفو تريلا وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه قد جرى حجز هذه الشحنة من المؤثرات العقلية في عقاب عملية المراقبة التي باشرتها عناصر الأمن الوطنية على متن مقطورة شاحنة للنقن الدولي للبضائع مرقم بالمغرب مباشرة بعد وصولها على متن رحلة بحرية قادمة من أحد الموانئ الإسبانية كما مكنت إجراءات البحث والتحري يضيف المصدر ذاتها من توقيف سائق الشاحن المغربي الجنسية والبالغ من العمر 37 عاما حيث تم الاحتفاظ به تحت تدابير الحراس النظرية وطنيا دائما عملية العبور مرحبا 2022 تتواصل على مستوى ميناء تنجل متوسطة في ظروف جيدة في ذل توقعات بارتفاع الوتيرة خلال الأسبوع الأخير من شهر غشت الجاري كوثرة جاري ومزيدا من التفاصيل تتواصل عملية العبور مرحبا 2022 على مستوى ميناء تنجل متوسطة في ظروف جيدة في ذل توقعات بارتفاع الوتيرة خلال الأسبوع الأخير من شهر غشت الجاري تمر عملية مرحبا في ظروف جيدة بفضل تدافر جميع المتدخلين حيث تم استقبال أزياد من 760 ألف مسافر واحد زيادة دي العشرة في الميام بمقارنة مع سنة 2019 دهابا وإيابا عبر ميناء تنجل متوسطة للمسافرين وتنتوقع واحد العودة كثيفة خلال مرحلة مغادرة المغرب خاصة في الأسبوع الأخير من 25 إلى 31 غش واتخذت السلطة الميناء لتنجل متوسطة تدبير اللازمة لتدبير مرحلة مغادرة ضمن عملية مرحبا 2022 حيث دعت كافة المسافرين إلى الإطلاع على توقعات حركة العبور المتوفرة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص بالهواتف المحمولة والاستعداد لرحلة العودة قصد تجنب فترات الانتظار الطويلة وشددت السلطة الميناء على ضرورة التوفر على تذكرة عودة صادرة عن الشركة البحرية الخاصة بهم تتضمن تاريخ وساعة العودة وذلك قبل التوجه إلى الميناء دولياً دخلت خطة الغاز الطارئة للاتحاد الأوروبية التي تهدف لزيادة استعداد التكتل لاحتمال وقف إمدادات الغاز الروسية حيث التنفيذ وبحسب بيانات المفوضة الأوروبية سوف يتم توفير ما مقداره 45 مليار متر مكعب من الغاز لبلوغ الهدف المحدد وقالت رئيسة المفوضة الأوروبية لاورسولا فون في تغريدة إن الخطة الأوروبية طارئة لخفض الطلب على الغاز في جميع الاتحاد الأوروبية دخلت حيث تنفيذ وأضافت أن المفوضة الأوروبية تهدف إلى تقليل استخدام الغاز بنسبة 15% على الأقل مشيرة إلى أن توفير الإمدادات يعد أمرا حيويا لأمن الطاقة في أوروبا وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مسادقة الولايات المتحدة على طلبي اندمان فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسية ناتو وهي خطوة من شأنها توسيع التحالف الغربية ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حمزة الخضر وباقي التفاصيل حلف شمال الأطلسي ناتو يقوي جبهته ويدعم أركانه بانضمام عضوين جديدين إليه الولايات المتحدة الأمريكية تصادق وبشكل رسمي على طلبي انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إن الدولتين الواقعتين في شمال أوروبا ستصبحان حلفين قويين وموثوقين من خلال الالتزام بالدفاع المتبادل في التحالف عبر الأطلسي الذي تقوده الولايات المتحدة وكان مجلس الشيوخ قد صوت في وقت سابق هذا الشهر لصالح انضمام هيلسينكي وستوكولم إلى الناتو لتصبح الولايات المتحدة الدولة الثالثة والعشرين من أصل الثلاثين في الحلف التي تمنح تأييدا رسميا لعضويتهما دوليا دائما نفى البيت الأبيض علمه بتفتيش مقر قامة الرئيسي السابق للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب متابرا أنه تحقيق مستقيل تتولاه وزارة العدل وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جانبير إن الرئيس جو بايدل لم يطالع على ذلك ولم يكن على علمهم بها ولم يتلقى أي شخص في البيت الأبيض تنبيها مسبقا التفاصيل في تقرير عثمان الطاهيري دونالد ترامب رئيس أمريكا السابق في دقائق يتحول إلى مساحة أخبار الجديد المتعلق بالملياردير الأمريكي يتمثل في المداهمة التي نفذها مكتب التحقيقات الفيدرالي فبي آي لمقر إقامة تقع في فلوريدا تخص الرئيس الخامس والأربعين في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية وبعد انتشار الخبر كالنار في الهاشيم حول العالم وتضاربت الأقوال بخصوص هذه المداهمة خرج البيت الأبيض بالرسمي المتمثل فيه عبارة أرسلتها المتحدثة باسمه كارين جانبير وقالت الرئيس جو بايدن لم يطلع على ذلك ولم يكن على علم به ولم يتلقى أي شخص في البيت الأبيض تنبيها مسبقا لما حدث المتحدثة باسم البيت الأبيض أرسلت عبارة قوية لمن يشكك في علم الرئيس الأمريكي بفصول الواقع وقالت بايدن علم بالمسألة من خلال وسائل الإعلام وأنه يؤمن بسيادة القانون واستقلالية وزارة العدل توضيحات البيت الأبيض هذه جاءت بعدما كان دونالد ترامب قد قال في وقت سابق عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي فتشوا مقر إقامته في فلوريدا وكسروا خزانته الشخصية وصادروا ما فيها وفي الوقت الذي لم تطفو فيه كواليس مدهمة الاف بي اي لمقر إقامة ترامب يواصل الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية خطف الأضواء في كل حركة إلى كوريا الجنوبية حيث قضى ما لا يقل عن تسعة أشخاص فيما احتبر سبعة أشخاص آخرين في عداد المفقودين بعدما تسببت أمطار غزيرة غير مسبوقة بفيضانة على طرق رئيسية ومحطات قطار أنفاق ومنازل على ما أفاد مسؤولون حمزة الأخضر وباقي التفاصيل المناخ في العالم كله يتغير جفاف هنا وتساقطات مطرية هناك حرائق في قطر وفيضانات في قطر آخر والطبيعة تواصل سرد مفاجآتها تباعا للبشرية ففي كوريا الجنوبية أدت الفيضانات التي عرفتها البلاد إلى ارتفاع حصيلة القتلى إلى تسعة أشخاص وفقدان سبعة آخرين الأمطار التي هطلت هنا هي الأكثر كثافة منذ بدء التدوين في السجلات قبل 115 عاما وفقا لما قاله رئيس البلاد يونسو كيول مشاهد تمت مشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت أشخاصا يحاولون الوصول إلى بر الأمان فيما وصل منسوب المياه إلى مستوى الخسر فضلا عن مياه اجتاحت محطات قطارات أنفاق وفي اجتماع وزاري طلب الرئيس من المسؤولين إلى أهتمام خاص بأكثر الفئات ضعفا مؤكدا أن الذين يعانون من صعوبات مادية أو جسدية يكونون عادة الأكثر ضعفا أمام الكوارث الطبيعية إلى إيطاليا حيث شهدت شوارع تورينو مؤخرا تجربة حافلة تعمل بطاقة الكهربائية وهي أول مركبة ذاتية القيادة للنقل العام يتم اختبارها في البلد حمزة الخضر وباقي التفاصيل شوارع إيطاليا تزدان بمولود جديد حافلات للنقل العام تعمل بنظام القيادة الذاتية وتشتغل بالطاقة الكهربائية باتت تجوب الطرقات هذه الحافلة يمكنها القيادة في حركة المرور العادية في المناطق الحضرية واكتشاف العوائق أو السيارات أو الدراجات أو المشات بفضل مستشعراتها ونظام تحديد المواقع العالمي جيبأيس الخاص بها غير أن السائق سيكون دائما على متنها وسيكون قادرا على توجيهها إذا لزم الأمر باستخدام لوحة التحكم الحافلة ستكون مجانية ويتم اختبارها بدون ركاب حتى أكتوبر سرعتها القصوى يمكن أن تصل إلى 25 كم في الساعة كما بإمكانها أن تظل في الخدمة لمدة 6 ساعات في أيام الأسبوع وأربع ساعات في أيام العطلات والعطلات الرسمية كما يمكن حجز رحلات على متنها من خلال تطبيق إلكتروني خاص بها توفي مؤلف وملحن الأغنيات لامونت دوزر الذي كان من أحد أبرز من تعاون في مجال موسيقى السولة مع شركة الانتاج الموسيقي الأمريكي موتان توفي عن 81 عاما بحسب ما أعلن نجل الراحل نتابع تقرير أسامة العمران كل جيل أجده يتشبث بموسيقى السولة الأمريكية يعانقوننا بكل حب وتقدير حب كبير ينبعث من هذا الفن كانت تلك بعض كلمات الراحل لامونت دوجر الذي توفي عن عمر يناهز 81 عاما مؤلف الأغاني والملحن دوجر حظي باحترام وتقدير كواحد من عباقرة الموسيقى المتواضعين الذين حققوا أعلى مستويات النجاح دوجر المولود في السادس عشر يونيو 1941 ترعرع في عائلة تنحدر من ديترويت وكانت الموسيقى من أبرز اهتمامتها حيث حقق نجاحا كبيرا خلال ستينيات القرن الماضي بعدما انضم إلى الأخوين براين وإيدي هولاند في شركة موتاون ريكورتز الثلاثي ألف العديد من الأعمال الموسيقية لاقت نجاحا كبيرا أهمها وأغنية لفرقة وبعد تركه شركة موتاون والأخوين هولاند في السبعينيات واصل دوجر مسيرته المهنية منفردا ضاما إلى لائحة من ألف لهم أعمالا فنية نجم موسيقى البوب روك في الكولينز وكوفي ألماند دوجر والأخوان هولاند في التسعينيات بإدراج أسمائهم ضمن لائحة الشهرة والفن في هوليوود وفي متحف روك اند رول هالو فيم الشهير لكبار الأسماء في مجال الروك ولأن لكل بداية نهاية وفي الغالب تكون النهاية صعبة على أصحابها النجمة الأمريكية سيرينا ويليامز تعلن عن عزمها احتزال التنس عقب المشاركة في بطولات أمريكا المهتوحة رابعية البطولات الأربعة الكبرى هذا العام نتعرف على مسار سيرينا في هذا التقرير لعثمان الطهيري قطار الزمن يمر بسرعة من كانت صغيرة في ميشيغان بأمريكا تداعب الكرة السفراء بالمدرب أصبحت الآن في سن الأربعين عقارب الساعة أعطتها اللحظة فأخرجتها بكل هدوء أنا هنا لأخبركم بأنني أبتعد عن التنس تجاه أمور أخرى أكثر أهمية بالنسبة إلي نجمة التنس العالمية الأمريكية سيرينا ويليامز تحدد الموعد الرسمي لنهاية مسيرتها في عالم اللعبة الموعد يتمثل في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس في بلاد العمصام بعد ذلك لن يكون بإمكان من يعشق التنس أن يراقب تحركات سيرينا على ملاعب رياضة الهدوء لأنها بكل بساطة ستعتزل سيرينا أو الطفل المدللة وقعت النهاية في عالم التنس بعد مسيرة كتبتها بأحرف من ذهب انتلقت في عالم الاحتراف موسم 1995 توجت من خلالها بـ 23 لقبا في الجراند سلام وـ 14 لقبا في منافسات الزوجية لقب واحد يفصلها على دخول التاريخ وأن تلتحق بإسطورة التنس العالمية مارغيريت كورت التي تمتلك 24 لقبا في البطولات الكبرى حققت ذلك قبل العصر الحديث لا أبحث عن احتفالات ودعية فأنا لا أعرف كيفية الوداع ولكن اعلموا أنني ممتنة لكم أكثر من قدرة على التعبير بالكلمات تلك كانت أحرف عبرت بها سيرينا ويليامز في كلمات طي جملة لعشاقها في عالم التنس قبل الوداع الفعلي في ملاعب نيويورك وبالخبر الرياضي نصلوا مشاهدنا الكرام إلى نهاية النشرة دائما للمزيد من الأخبار ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر